لكن لكل هذه التفاصيل ومصادر عن هذا المجلس من قرارات معنا على الهاتف الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي مساء الخير يا دكتور مساء الخير يا رسول إبراهيم ومساء الخير على المهندس عدلي وعلى جماهير النادي الأهلي العظيمة اللي بتتابع برنامج مالك وكتاب تحياتنا لحضرتك واجتماع كان مهم يا ريت تحطينا في الصورة وأبرز مصادر من قرارات يعني في الحقيقة طبعا اجتماع كان بلغ الأهمية لكن خليني في البداية أتوجه بأرق التهاني للدولة المصرية على الصنظيم المبدع لفعاليات قمة المناخ وفي الحقيقة اللي كانت لفظ تحسان وتخدير كل دعمات العالم اللي حضروا فعاليات هذه القمة أيضا في الحقيقة خليني بقى انتقل للموضوع مهم آخر وهو اجتماع مجلس إدارة اليوم وفي الحقيقة بواحد كان من الاجتماعات المهمة والاجتماعات التاريخية لأنه بيأتي فيه فيه توقيت مهم للنادي الأهلي وهو مجدد للعقادة الجمهية العالمية العامية للنادي الأهلي يومين متتاليين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين لكن بهمية أيضا الاجتماع جاءت من المداخلة الكريمة في الحقيقة اللي حرف عليها كابت المحمود الخاصي برئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أثناء رحلة الالاج في بريد في الحقيقة كان حريط من يعمل مداخلة عبر برنامج زوم لتحيط وتفضير أعضاء مجلس إدارة المؤقرين أيضا مطمئنتهم في الحقيقة لأنه كان عندهم ألم من الشغف الكبير اللي يتمنى على صحة الكابت المحمود الخاصي وفي الحقيقة هو حرص فيه هذه المداخلة الكريمة أنه هو يطمئنهم على الأوضاع الصحية للكابت المحمود ولكن في نفس الوقت حرص أيضا كابت المحمود على أن يتابع مع أعضاء المجلس المؤقرين الجهود اللي بيتم في الفترة الماضية استعدادا لفتاح فرق التجمع في الحقيقة اللي بتتم على قدم وصاق لفتاح هذا الفرق اللي يمثل بخر وتقدير أيضا لكل جموع المصريين بشكل عام وأيضا أعضاء النادي الأهلي وجمهير النادي الأهلي العريقة ولما كابت المحمود بالحقيقة شاف التطورات اللي كانت بستم فيه المباني القصة في التجمع وأيضا تجهيزات الملاعب وتجهيزات المكاتب الهدارية وتجهيزات البشتية لفرع التجمع والإقراض اللي تم اتخاذها بالحقيقة كان لديه سعادة بلغة ووجه الشكر الجزيل لمجلس الفترة على هذه الجهود المفزولة لفتاح الفرع التجمع أو فرع القاهرة المديدة الحمد لله أيضا الموضوع الثاني كان موضوع أيضا في راية الأهمية حرف كابت المحمود إن هو يستعرضه عندما استعرض سيد المهندس قالت مرتاجي أميني والمدير المالي الميزانية عن العام المالي عشرين واحد وعشرين عشرين اتنين وعشرين واللي في الحقيقة حملت الكثير من الأصبار استرى لجميع أعضاء الجمعية العنومية وأيضا جماهير المالي الأهلي في كل مكان حيث حققت الميزانية فاقد كبير بلغة مية تسعة واردئين مليون جديد تمنمية تلاتة وخمسين ألف وده على ذكرة واحد من أكبر الفوائد اللي يعني في الحقيقة اللي بيحققها المالي الأهلي في ظل تحديات اقتضادي كبيرة جدا تواجه كل دول العالم ولها انعكاسات أيضا على الدولة المصرية بشكل عام وأيضا انعكاسات كبيرة على موازنات الأندية الرياضية في كل دول العالم فعندما يحقق المالي الأهلي فاقد بهذا المبلغ الضاخن مية تسعة واردئين مليون جنيه تمنمية تلاتة وخمسين ألف جنيه في الحقيقة وفي الحقيقة كان موضوع في غاية استعادة لكل أعضاء المجلس المؤثر في الحقيقة وهنا في الحقيقة الكابتن محمود أيضا كعادته وخلق الكريم في الحقيقة كان حريص على أن يوجه التحية والتقدير لكل أعضاء المجلس والحية على هذا الجهد في الميزانية ولكن حرص أيضا على تخصيص الشكر والتقدير للسيد المهندس كالد مرتاجي أمين السندوق والدارة المالية للنادي الحاجة التانية من الميزانية أيضا حملت مفاجأة ثانية وهي الميزانية الإجمالية بلغت ثلاثة مليار سبعة وثمانين مليون جنيه وهي الميزانية الأعلى في تاريخ الأندية المصرية وفي أنديت أيضا القارة الأفريقية وهي ميزانية أيضا تدعو إلى دقة الأداء المالي وقوة الأداء المالي في نفس الوقت الحقيقة وده أيضا خبر يعني إحنا حرصين على أن احنا نعلنه من خلال قناة النادي الأهلي لكل أعضاء الجماعية العمومية وجماهير النادي الأهلي في كل مكان لها أن تختفر بهذا النادي العريق وقوته المالية اللي يمكن بتدعاكت على كثير من الأحداث المالية منها طبعا عمليات التسويق وده يجاوب برضو على بعض الأسيرة اللي بيتم إحسارتها في الفترة اللي فاتت من أين تأتي قوة العلامة التجارية للنادي الأهلي تأتي قوة العلامة التجارية للنادي الأهلي من مصدر رئيسي أيضا ومن عناصر مختلفة لكن يجد في صدرها هو قوة الوضع المالي لنادي الأهلي اللي أنا عكسته في الحقيقة في حاجتين مهمين مرة تانية بأكد عليهم لأن ده كنا النهاردة يعني في الحقيقة كان موضوع كان أعضاء المجلس الموقع في الحقيقة في غاية استعادة به اللي هو فائد في ميزانية النادي الأهلي 149 مليون جنيه 853 ألف ليس فقط الفرحة كان مصدرها هو الفائد ولكن بظل تحديات مالية تواجد كل مؤسسات رياضية على مستوى العالم ويحقق الأهلي هذا الإنجاز فهو إنجاز يستحق السعادة والفقر من كل أسرة النهاردة طبعا يا دكتور ده الفائد ده يعني بعد كمان الإنشاءات وما تم الإنفاق عليها وأصبحت أصولك بتتعزم يعني كابتن عادلة أيضا لمس نقطة مهمة إن إحنا عندنا جزء فعلا من الأصول أو المشروعات المشروعات تحت التمتيز ما زالت لن يتم إضافتها بالحقيقة وكم إضافة جزء منها ليمكن الخبر السعيد أيضا إن النادي الأهلي ومجلسه المؤكر تطاع إنه هو يسدد كامل مساحة أرض بالتجمع خلال أربع سنوات الحقيقة اللي اقتربت من 700 مليون جنيه فاضل فقط أو باقي فقط قصته وحيد هو قمته 42 مليون جنيه وأعتقد إحنا النهاردة في ظل الأوضاع دي لا ده إنجاز فريحي هناك أيضا جزء من المشروعات تحت التنفيذ زي ما المعندس عدد خبرته الكبيرة ذكره وحب يوضحه لم يتم إضافته للميزانية وسوف يتم إضافته في العام المالي القادم إن شاء الله وده أعتقد يعني نقطة تبعت أيضا على الفقر أن الأصول الرأسمالية للنادي الأهلي تتعظم كل يوم عن يوم وده أعتقد هو دايما دايما ده بالنادي الأهلي ودايما النادي الأهلي بصورة عملة تكبر في كل مكان إن شاء الله وفي الحقيقة عندما تمقضنا الكابتن محمود على هذا الوضع المالي الذي يدعو الاستعادة والفقر استأذم من المجلس المؤقر لأنه كان لديه ارتباط مع الطبيب المعالج وكان المجلس في الحقيقة في غاية السعادة أيضا وكان لديه شغف كبير في الإثمان على صحة الكابتن محمود الجزء الثاني في الحقيقة بعدما استأذم كابتن محمود التابع للمجلس المؤقر في عانيات الجلسة برئاس سيد العامري فاروق نائب رئيس مجلس الفدارة وستعرضه جدوى للأعمال وكان أهم أيضا البنود اللي كان مجلس الإدارة حرس أنه هو النهاردة ينقشها في الجدوى للأعمال هو اعتماد التقرير السنوي لمجلس إدارة النادي الأهلي والذي يتضمن جدوى وفعاليات الأنشطة الرياضية للعام المالي القادم 22-23 والذي أشرف على إعداده أيضا عضو مجلس الإدارة الأستاذ بطارق أنتين وفي الحقيقة استعرض المجلس كل الإنجازات التي تمت فيه العام الماضي وطبعا هذه الإنجازات تشمل الإنجازات الرياضية وإنجازات الإدارات المختلفة في النادي الأهلي وإدارة النشاط الرياضي أيضا الإدارات يحصى بالأكاديميات الرياضية وكل الفعاليات التي تتم في النادي الأهلي والذي تحقيق حصل طفرة كبيرة في كل الجواند التي تتم على العمليات اليومية في النادي الأهلي كانت تتعلق بالأنشطة الاجتماعية المقدمة للأعضاء أنشطة إدارات المعنية إدارة التسويق إدارة الاشتراكات كل الإدارات في النادي أهلي حتى لا أنسى إدارة يعني كلهم بيتعاملوا كفريق وأيضاً خطة النشاط العامة بالمال القادم أيضاً المجلس المؤقر النهاردة اعتمد مشروع طيب وإذا حين الاتصال أطعم بالدكتور سعد هنعود الاتصال بيتاني أرقام برشو أخبار أرقام بتعكس صلابة هذه المؤسسة واللي كانوا بيترياء عملية كلمه الشفافية المالية والسلامة المالية هي الميزانية دي اللي بتقول هو الكلام ده اللي بيقول وأتحدى أن أحد يجرؤ يقدم مثل هذا التحليل المالي إلى أي جهة عالمية بكل وضوح إلا بعض الشركات طبعاً مؤسسة 3 مليار و87 مليون حجم الميزانية هذه مؤسسة من الأول شركات عندها هذا رجع لنا تالي الدكتور سعد يا دكتور سعد تفضل يمكن إحنا كان عندنا أيضاً في التقرير الموازنات المالية على العام المالي كان عندنا بعض الحاجات المهمة أيضاً اللي يمكن جوه التفاصيل الثقيقة لكن هي أيضاً تغم أعضاء الجمعية يمكن تضمن التقرير أيضاً أن النادي الأهلي الحمد لله استطاع أن يستكمل رأس مال شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي بنسبة 100% وده واحد أيضاً من الموضوعات اللي بيدعو للفخر الكبير كمان استكمل يعني عاجة أقف هنا بس عشان أوضح وأشرح إذن هي لست مديونة الآن لأي جهة مجهات بينما فيهم النادي الأهلي هي مستقلة الآن ورأس مالها مسدد بالكامل رأس مالها مسدد بالكامل وده طبعاً كانت أول الشركات اللي أنشأها النادي الأهلي سنة 2008 وده كان نموذج فريد طبعاً نتج عنه قناتنا الموقرة قناة النادي الأهلي كمان إحنا قدرنا الحمد لله في التقرير المالي نعرض أن إحنا استكملنا 25% من رأس مال الشركات التلاتة الباقية شواء كانت شركة الأهلي لقرة القدم سواء كانت شركة الأهلي للمنشآت الرياضية أو سواء شركة الأهلي للقدمات استكملنا المخصصات المالية الخاصة بها حسب القانون بتاع حية الاسمان ده كان حاجة برضو أيضاً مهمة استعراضها المجلس المجلس كمان درس كان النهاردة في الحقيقة كان عنده دراسة أو استعراض مستفيد لما تم تدوله في بعض المنصات الإعلامية من استطاب ورد للنادي الأهلي بشأن أن النادي الأهلي بيشرع فيه انشاء فرع جديد في العالمين في الحقيقة والمجلس كان حريض على أنه هو يوضح للرأي العام وأيضاً محب النادي الأهلي وعضاء النادي الأهلي وجماهير النادي الأهلي حتى الآن الخطاب الذي تدولته المنصات الإعلامية لم يصل إلى النادي الأهلي بشكل رسمي من الجهات المسؤولة عن ذلك في الحقيقة وكمان احنا يعني المجلس النهاردة كان حريص على اتخاذ قرار أن يتم تشكيل لجنة في حالة وصول الخطاب للنادي الأهلي سوف يتم دراسة الموضوع وعرضه على مجلس الهدارة المؤقر هذه اللجنة سوف يترقصها السيد الأستاذ العمري تاروح في مجلس الهدارة والسيد أمير صندوق وأيضاً تضم في عضويتها الأستاذ محمد ورئيس رجل التنمية الموارد وأعضاها أيضاً الأستاذ محمد الزماط الأستاذ محمد الجرح الأستاذ الأمير مختار والمسير التنفيذي للنادي ده كان أيضاً واحد من الموضوعات التي تم منشتها إضاح مهم يا دكتور إضاح مهم جداً لأنه بيوقف سيل التكهنات وبيؤكد على هذا القدر من الشفافية التي يعمل به النادي الأهلي ومن ثم أكسباته المصداقية كان هذا التوضيح مهم جداً يعني زي ما حضرتك تفضلت مشكوراً كابتر عدلي أن النادي الأهلي عنده يعني حوكمة مؤسسية بتمشي وفقاً لمعايير محددة ولو عندنا أي خطابات رسمية طبعاً كانت سوف يتم إعلانها من خلال النادي الأهلي لكن احنا برضو حضينا زي ما حضرتك تقول مجلس الإدارة النهاردة حريص على أنه يوضح للرأي العام ما تم تدوله على المنصات الجزء الآخر أيضاً وهو أيضاً حدث مهم نحن بنستعد له كل سنة وهو عرص النادي الأهلي جمعية العمومية العادية أيضاً كنا حرسين مجلس الإدارة على استعراض كافة الموضوعات التي يتم عرض جدوى العمل التي يتم عرضه على الجمعية العمومية وأيضاً منارشة مقترحات سادة أعضاء النادي الأهلي الموقرين في الحقيقة اللي النهاردة كنا بنستعرف كل المقترحات اللي وردت من أعضاء الموقرين وفي الحقيقة كانت بتحمل أيضاً رؤية إبداعية لأعضاء وحرصهم على التطوير المستمر للنادي الأهلي يمكن أنا هذكر هنا على سبيل المثالة الحصر بعض الامتراحات اللي كانت جاية من أعضاء اللي احنا بنستخر بيهم كان موضوع يتعلق بسلم الكهربائي في جراش مدينة نصر وفي الحقيقة مجلس الإدارة يمكن طرح هذا الموضوع الموضوع للشركات المتخصصة وإن شاء الله عندنا الأسبوع القادم هو أمر التفسية على الشركة التي تقوم بإنشاء سلم الكهربائي في جراش مدينة نصر كان عندنا النهاردة واحد من مقترحات الأعضاء أيضا كان عندنا أيضا مقترح آخر من أعضاء النادي الأهلي يتعلق بإطلاق اسم الفريق مرتجي على أحد الشوارع الرئيسية نظرا لتاريخه والعريق في مؤسسة عسكرية عريقة نفتخر بها جميعا وهي الكوات المسلحة المصرية وأيضا عطاءه لمحدود للنادي الأهلي والذي استمر حتى آخر أيام عمره كان حريص على التواجد ودعم ومسلحة النادي الأهلي وده المجلس وعد إن شاء الله بدراسة هذا الأمر أيضا كان عندنا بعض المقترحات الأخرى أيضا اللي هي خاصة ببعض الخدمات المقدمة داخل النادي الأهلي وإن شاء الله مجلس الإدارة أخذها في الحياة بعين الاعتبار وسوف يتم دراسة هذا الأمر ده أنا بدي مثال كده من الموضوعات اللي كانت مطروحة من قبل أعضاءنا الموقرين ثم استعرض المجلس التجهيزات الخاصة واللي بتقوم بيها الإدارة التنفيذية في النادي الأهلي لاستقبال أعضاء النادي الأهلي خلال يومي 28 و29 للجمعية العمومية واللي بتشمل مجموعة من العمليات المجلسية المهمة منها الانتقال من المقرات إلى مقر الرئيسي للنادي الأهلي وسوف يقوم النادي الأهلي بتوفير وسائل الانتقال من جميع فروع النادي الأهلي إلى المقر الرئيسي للانعقاد الجمعية بالمزيرة كذلك الاستعدادات بالإشراف على الجمعية العمومية من قبل اللجنة الأولمبيوية والجهة الإدارية المفاوضة بالإشراف كل ده النهاردة المجلس الموقر كان حريص على أن هو يتابع بشكل مفصل وضخيف جدا لضمان خروج الجمعية العمومية للنادي الأهلي بالشكل الذي يليق بعضاء النادي الأهلي وبقيمة النادي الأهلي التاريخية ده دايما عهدنا بالنادي الأهلي دكتور هل في أي حاجة تناشط في كرة القدم فيما يتعلق بكرة القدم كان في اعتماد قرار رئيس مجلس الإدارة في الحقيقة بسفر اللاعب آآ أيمن أشرف للنمسا لإجراء بيعاني من بعض المشاكل الطبية ده كان النهاردة واحد من الموضوعات اللي تم أيضا استعراضها فيما يتعلق بكرة القدم والنشاط الرياضي فيه أي حاجة تانية النشاط الرياضي طبعا كان عندنا بعض الموضوعات اللي هي خاصة بإخدام بعض اللاعبين في الحقيقة مجلس الإدارة وكان استعراض للإنجازات أيضا اللي حصلت في الفترة اللي فاتت سواء كانت يمكن من أهمها إلى أي مدى النادي الأهلي بيصير في السياسة الرؤية التطورية للنشاط الرياضي وكان من أهمها استخدام مديرين فنين أجانب في الجاهدات الجماعية تحديدا لضمان منافسة النادي الأهلي على كل الألقاض القرية وده أعتقد كان آخرة النهاردة كنا بنعتمد عقد المدير الفني لكرة الرياضي وواحد من أفضل ثلاث مدردين على مستوى العالم ده كان النهاردة موجود عن معانا في جدوى الأعمال المجد هل العقود الجديدة للرعاية تم منقشتها واعتماد البعض منها ولا لسه مؤجلة في الحقيقة احنا عندنا كل يوم زي ما احنا عارفين ان احنا بنعمل المرة دي تجربة أيضا جديدة زي ما احنا يمكن استعرضنا مع حضراتكم في الفترة اللي فاتت مع أحد الشركاء الاستراتيجيين لنا الشركة المتحدة للتصوير الرياضي والخدمات الاعلانية في الحقيقة هو النهاردة فاز بحق التصوير الحاصبي لخدمات الرعاية وبالتالي احنا يمكن اعلاننا عندكم ان احنا دلوقتي عندنا بعض الشركات الحمد لله اللي انتهت امورها بنسبنا وايضا المجلس تعرض التطورات اللي باقي فيه داقي عقود الرعاية وايضا الجوانب متعلقة بيها لما هتبقى الرؤية ان شاء الله عند التوقيع ان شاء الله توقيع العبود هيكون فيه حاجة صارة ايضا اخرى اللي اهيرا النادي قال بازالش الاستاذ الجديد برضو كمشروع لسه ما اتطرحش فيه حاجة يعني احنا دايما متعودين في النال الاهلي ما بنتكلمش بنقول هنعمل لما بنعمل وبنبقى عندنا خلاص الامور الرسمية تمت يمكن احنا دلوقتي بنتكلم على خطاب تناول الجميع قلنا والله يا جماعة احنا ما نقدرش نتكلم فيه لما يجينا خطاب رسمي يوصل للنادي الاهلي بصريقة رسمية من الجهات المختصة توفي يتم دراسه والاعلان على اعضاء جميل النادي الاهلي ايضا الاستاذ العمل في الحقيقة من قبل شركة الاهلي للمنشآت الرياضية بيتم على قدم وصف لان شركة المنشآت الرياضية تعلم ان استاذ النادي الاهلي هو واحد من اهم اهم القرارات الاستراتيجية للنادي الاهلي واحنا يمكن كان عندنا من فترة صدقة اجتماع لشركة الاهلي للمنشآت الرياضية مع مجلس الادارة واستعرض ورشة العمل اللي تمت في وجود خبراء اجانب متخصصين باستعرض تفاصيل الاستاذ لكن احنا ان شاء الله لما هنوصل للقرارات النهائية وان شاء الله ان شاء الله قريب قوي يبقى عندنا كتير من الاخبار الجميلة اللي تتعلق باستاذ النادي الاهلي ان شاء الله التجمع اخر حاجة 25 افتتاح مش كده خلينا نقول ان الموعد ده بيتم تحديده بقرار من مجلس الادارة فاحنا مجموعة من الصور اللي تم اتخاذها بالامس يعني تم التقاقها بالامس اللي بتعكف التطورات اللي في التجمع في الحقيقة وارجو ان حضراتكم مشكورين تعرضوها لاستاذة هتشوفها دلوقت اعضاء النادي الاهلي هي تعرضت وهي بتتعرض تاني يا دكتور فضل والراقبين اللي هم عندهم الرغبة في الاشتراك وزي ما نقول عايز ابنك بطل ان تعرف المكان هو النادي الاهلي والنادي الاهلي في القاهرة الجديدة احنا على تم الاستعداد بالحالة اللي عليها فرع التجمع حاليا اخر حاجة التجمع ودي فرصة ان بالمناسبة يمكن قرار المجلس قبل الماضي احنا قلنا ان النادي الاهلي قرر العرض على الجماعية العمومية تحجير الزيادة المقررة في فرع التجمع حتى يتمكن من لهم الرغبة في الالتحاق بأسرة النادي الاهلي الكبيرة العريقة الاستمتاع الاستمتاع بهذا الفرع اللي يمكن في الحقيقة لما احنا النهاردة في النادي الاهلي لما بنوري الصور لضيوف النادي الاهلي كان عندنا ضيوف بالامس من الفيفا والاتحاد الافريقي حضراتكم اعلنتوا عن هذا الخبر لما شافوا في الحقيقة اللي احنا بنعرضوا عن النادي الاهلي كان محل بخر كبير من القرى الأفريقية بأن يكون مثل هذا الفرع موجود داخل جمهورية مصر العربية فدي فرصة يمكن من خلال برنامج مالك وكتابة اللي أنا عارف متابعينه كتير ومحبين النادي الأهل بيحرصوا على أن هم يبقوا موجودين في هذا البرنامج والاستماع ليه لما يتمتع بيه من مطاقية ودقة الخبر اللي بيتقارد عليه بنقول لهم لو عايز ابنك يبقى بطل انت عارف المكان الحق وشارك في التجمع الحق واستمتع بالخدمات اللي هتكون في الحقيقة وسام على صدره كل أهلاوي يمكنك شايفين المبنى شكله عامل إزاي يمكن المسجد موجود بكامل تجهيزاته وشايفين مبنى إدارة النشاط الرياضي أعتقد اللي هي المبنى اللي عليه شعار النادي الأهلي بكل تجهيزاته التجهيزات يمكن احنا من شاء الله من الأسبوع اللي بعد القادم بننتظر بس وده يمكن هو اللي أخرنا شوية اللي هو الفرش الداخلي وإحنا جايبينه كله استراد من الخارج مناطق ألعاب الأطفال ركبت بالكامل أعتقد مناطق الألعاب المائية اللي موجودة قدام المبنى الرئيسي أو المبنى الاجتماعي للنادي أعتقد الصورة فيها أكتر من رائعة النهاردة الملاعب متعددة الأغراض الحمد لله ملاعب التنس الحمد لله أيضا يمكن احنا ان شاء الله توصيل الطيار الكهرابي عملنا تجربة له يوم الحد توفياتهم توصيل الطيار الكهرابي وهنا خليني أنتهز الفرصة لشكر كل الجهات في الحقيقة لتعمل في إنجاز هذا الموضوع وخاصة جهاز القاهرة الجديدة في الحقيقة كمان الأماكن حوالين من النادي الأهلي سواء كانت محيطة بالنادي والطرق المؤدية للنادي الأهلي شكرا جزيلا لجهاز القاهرة بدأ يقوم بعملية التجهيز ديها بالكامل ودي أيضا الحمد لله حاجة يعني بتعكس تعاون النادي الأهلي مع كافة مؤسسات الدولة المصرية والاحترام والتقدير المتبادل ما بين مؤسسات الدولة المصرية وأيضا مؤسسة المال الأهلي في الحقيقة ده كله بيقدي إلى أن هيبقى فيه مجموعة من الخدمات المتميزة المنافق أيضا بقالها النهاردة أكتر من شهر دخلت واشتغلت على الأرض وفيه منافق خلاص بدأت جاهزة للإستقبال أعضاءنا إن شاء الله في التجمع يعني بتقول لأستاذ الراغبين أن هما يبقوا في قصرة النادي الأهلي يلا ما تفضدتش إحنا النهاردة فيه الأمطار الأخيرة من إحنا نستقبلهم ونستمتع سويا بهذا الفرع الراقي اللي هيبقى محل فخر لكل المصريين بشكل عام ومحل فخر قصرة الأهلي بشكل عام دكتور تم تأجيل التفعيل الزيادة الجديدة في الاشتراك الشيخ زايد لغاية التجمع لغاية إمتى أجلوها لا اتأجلت لإمتى تم عرضها على إن شاء الله الجمعية العمومية حتى انتهاء يعني السنة المالية نظراً كمان احنا عندنا يعني في الحقيقة دايماً احنا بنبقى مقدرين دائماً الدولة المصرية وبالتالي بينعاكس على قدرات المواطنين فإحنا بنبقى حارسين على كده يمكن النهاردة كان حتى الكابت المحمود كان عنده النهاردة يعني لمسة جميلة جداً إنه كان بيأكد على إن احنا كمان لازم نروح لولادنا في كل الدول العربية وإمكان كان فيه تكليف النهاردة للسيد الأستاذ طارق أنديد لرئيس لجمة شؤون العضوية الأستاذ محمد الغزاوي نعمله تصور عشان يبقى فيه يعني جولة كبيرة فيه كل منطقة الخليج تحديداً لتسهيل لتسهيل الإجراءات على الراغبين في الانضمام العضوية للنادي الأهلي ده كان فيه مقر جديرة أيضاً فيه مقر الشيخ زايد أيضاً فيه مقر التجمع الجديد إن شاء الله وده طبعاً إن شاء الله المجلس طلب كمان وأكد على كده إن خلال أسبوع سوف يتم تقديم هذا التصور لأن زي ما حضراتكم عارفين إن احنا يعني برضو حرسين كمان على تقديم بعض التيسيرات اللي تمكن الأعضاء اللي عندهم الراغبة نيجو متوردين معنا في كل فروع النادي الأهلي وفي المقر الرئيسي من خلال أحد شركات التمويل الاستيلاكي لفترة سادات تسمح تصل إلى عشر سنوات ده برضو عشان يبقى تسهيل على الراغبين في الاتحاق بأسرة النادي الأهلي والاستمتع بالخدمات دي فاحنا يعني حرسين إن احنا يبقى عندنا أكتر من تصور للتيسير والتسهيل على من يبيد أن ينضم لأسرة الأهلي العريقة ويستمتع بخدمات يمكن كان عندنا النهاردة أحد الضيوف دون داعي لذكر أسماء كان أول مرة يخش النادي الأهلي في المقر بالجزيرة يعني في الحقيقة كان متعجب متعجب من الوقار الذي فيه هذا المقر الرئيسي وأيضا اللاندس كيبي اللي موجود شكل الزراعة بيقول أنا دخلت عنديها كتير لكن لم أرى مستعافي الهيبة وهذا الوقار وهذا الداع فيه اللاندس كيبي اللي موجود في النادي الأهلي المقر الرئيسي التاريخي للنادي الأهلي فما بالك بقى حضرتك بالفيديوة التحتها الكبيرة اللي موجودة الشيخ زايد والأيضا احنا يمكن بعجالة شديدة كده اذا حضرتكم سمحتوني يمكن الشيخ زايد احنا ان شاء الله ايضا على موعد قريب جدا للملاعب بتاعت اكاديمية النادي الأهلي مجموعة البرك الجرشات الزيادة بنشتغل فيها على قدم وصف ايضا الزوارة اللي تدخل للملاعب دي عشان عملية اللي اتحام ما تبقاش موجود قدم وصف قدامنا برضو في خلال أسابيع سوف تكون في خدمة اعضاء النادي الأهلي بالشيخ زايد ده برضو احنا يمكن حارسين عليه وبمناسبة خدمة المناخ وبمناسبة خدمة المناخ يمكن احنا عملنا عملية تشجير بقى اكتر من 1500 شجرة للملاعب الجديدة في الشيخ زايد عشان عملية المناخ الصحراء والمتحسين جودة البيئة وجودة الممارسة لعملات التدريب لأولادنا في الشيخ زايد ده كله موجود يمكن كلها بالامس دي حاجات صغيرة بالنسبة لنا في النادي الأهلي يعني لكن دي برضو بتبين ازاي النادي الأهلي عطاء متوازن عطاء منضبط احنا بنعمل لأبناء النادي الأهلي على مدار التلاتين سنة اللي جايين لكن في نفس الوقت عندنا بنية قديمة احنا ورسناها عن رموزنا وشيوخنا في النادي الأهلي اللي هي في المقر الرئيسي وفي مدينة نصر حارسين على عملية الصيانة الدورية انتم كنتوا متابعين افتتاح الملاعب الجديدة او الصيانة الدورية لملاعب التنس اللي كانت موجودة في الجزيرة كان قابلها في الشيخ زايد كان عملية الصيانة الدورية لحمامات السباحة كان في مدينة نصر كان في مقر الجزيرة ايضا في مقر الشيخ زايد يعني احنا ماشيين في خطين متوازين فعلا اعتقد ان ده بيدي درجات عالية من ثقة لأعضاء الجمعية العمومية في ابناء النادي الأهلي انهم قادرين على انهم يقدموا النادي الأهلي بالشكل النادي مع تاريخه ومبادته وايضا رؤيته التطورية للمستقبل دكتور الحياة كانت يعني استفادة مهمة جدا وقرارات في توقيت مهمة جدا بنشكر حضرتك عليها شكرا جزيلا شكرا لك يا دكتور سعد شكرا جزيلا يا جماعة دكتور سعد شد بالمدير التنفيذي للنادي واعتقد كلها اخبار سرة جدا الآن